أخواني المؤمنين أخواتي المؤمنات في هذه الخطبة سوف أتطرق فيها إلى الموضوع الذي هو حديث الساعة هذا الوباء الذي انتشر في بعض البلدان والذي أيضا بلداننا تأخذ حذرها منه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وسوف يتطرق في هذا الموضوع على شكل نقاط سريعة رعاية للوقت نقطة الأولى أولا نتقدم بالشكر الوافر والكبير إلى الجهات الصحية وإلى المسؤولين على ما يبذلونه من مساعي حثيثة في الحد من انتشار هذا الفيروس وقيام بكل تلك الجهود المشكورة على كافة المستويات وأخذ جميع الاحتياطات وهذا أمر يستحق الشكر والتقدير فإن المجتمع لا شك بحاجة إلى هكذا جهود والجهود مبذولة وكل الشكر إلى كل هذه الجهات المعنية الأمر النقطة الثانية النقطة الثانية أوجه فيها نداء إلى كل الأخوة والأخوات الذين سافروا في الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية إلى بلد موبوء ولم يفصحوا عن سفرهم أن يبادروا للإفصاح عن سفرهم فإن سلامة المجتمع وسلامة أنفسهم وسلامة من حولهم أولى من أن يتكتموا على الأمر خوفا مثلا من سحب جواز أو غير ذلك مع أنه الحمد لله أنه تمت إعطاء فرصة من قبل المسؤولين وهذه أيضا لفتة كريمة أبوية من المسؤولين والمعنيين في هذه البلاد حفظها الله من كل سوء إلى هذه الفئة من الناس أن يبادروا للإفصاح عن سفرهم سريعا ولا يخافوا من ذلك وذلك فيه سلامتهم وسلامت من حولهم وسلامت هذه البلاد الخوف والتكتم والتخفي لا يجدي شيئا بل يزيد من المشكلة اتساعا فهذا نداء إلى الأخوة الأعزاء والأخوات أيضا الكريمات الذين لم يفصحوا أن يسارعوا بالإفصاح عن هذا الأمر هناك مجموعة من التوصيات في النقطة الثالثة أذكرها على السريع الأمر الأول علينا أن نكون في مستوى الوعي في التعامل مع هذا الحدث الطارئ في بلادنا وأخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بكافة كل الأمور والوسائل الصحية والتعاليم والإرشادات الصحية التي تأتي من الجهات الصحية منها أنه على كل من يعاني مثلا من مرض في هذين اليومين الإنفلونزة الزكام الراجح السعال الحمى أن لا يحضر في الاجتماعات والمحافل العامة وذلك احترازا واحتياطا لا يدري هذا الإنسان وأيضا أفضل له حتى لا ينحرج مع البعض أن البعض قد يرى إنسان مثلا عنده سعال شديد وعطاس وكذا ويسمع هذا الذي جالس بجانبه كل هذا الكلام عن هذا الفايروس وهذا الوباء فيبتعد عنه فيظن ذلك على أنه يتهمه بأنه مصاب مثلا بالوباء فيكون في نفسه شيء كيف هذا يتهمني بأنه أنا مصاب أو غير ذلك أنت لماذا تأتي إلى هذه المحافل العامة اجلس في بيتك اعزل نفسك ارتح في بيتك خذ إجازة واجلس في بيتك أفضل لك حتى لا تنحرج من الناس ولا الناس يخافون منك فهذا الأمر يا إخوان اخذوه بعين الاعتبار كذلك عليكم بالحذر والاحتياط في مسألة المصافحة في هذه الأيام الابتعاد عن التقبيل المصافحة المعانقة تعدوا عنها هي فترة إن شاء الله لن تطول مع هذا الفيروس خصوصا وأن هذا الفيروس لا يعيش في المناطق الحارة تلقائيا هو يموت ونحن مقبلين على فصل الصيف وكما تشير الجهات الصحية المختصة بأن هذا الفيروس لا يعيش في درجة حرارة 26 أو 27 أكثر من هذا ما يعيش فنحن مقبلون على الصيف في شهر ثلاثة الآن ويعني هي المسألة لن تطول معك في الاحتياطات والاحترازات لا تقول والله أنا أكب الحياة لا لن تكب الحياتك هي أيام وسوف تعود الحياة إن شاء الله على طبيعتها بإذن الله تعالى لكن يحتاج الإنسان إلى أن يصبر والبلاء يحتاج إلى صبر وهذا من الصبر هذا من الصبر في أثناء البلاء ليس الصبر فقط أقول اللهم اجعلني من الصابرين لا الصبر يحتاج إلى عمل وهذا من العمل كذلك نقطة وهي أدم تناقل الأخبار والإشاعات هنا وهناك البعض ينقل ويشيع ويروج إلى كلام هنا وهناك وتضخيم وتهويل هذا لا داعي له إخواني في مثل هذه الحالة نعم الاحتياط والاحتراز مطلوب ولكن نقل الأخبار من دون التثبت من مصادرها الأصلية هذا قلة وعي عند الإنسان لا تنقل شيئا حتى تتأكد من مصدره لا تنقل شيئا والآن في مثل هذا الوضع سوف تلاحظ أنه تكثر تكثر الأخبار المتناقلة هنا وهناك يمكن يعني الأخبار هذه مثلا تشير إلى فلان مصاب وهو سليم فلان راح إلى جوال ربه وحيرزق راح تشوف يعني مثل هذه النقلات وغير ذلك أو فلان قال وفلان أصدر وفلان تثبت تثبت من كل نقل يأتيك وليس كل ما يأتيك في جوالك في هاتفك تنقله هذا من قلة الوعي كذلك عليك بالتعاون مع فرق الفحص الطبية وتقديم المعلومات الكافية للحيلولة دون انتشار المرأة إذا كنت مثلا الآن مثلا شخص أخذ للرعاية الصحية بسبب أنه مثلا اكتشف فيه أنه مصاب وأنا مثلا كنت المخالطي المباشرين له أفصح عن ذلك ولا أخاف حتى لو علمت بأنه يحجر علي حجرا صحيا طبيا وما الضير في ذلك إذا كان ذلك لسلامتي وسلامة من حولي وسلامة مجتمعي الآن الأخوة ما شاء الله قاعدين في فندق خمس نجوم وستانسين وماكلين وشاربين هي أيام قلائل لعلها تكون أيضا خلوة مع الله في هذا الشهر شهر رجب مرجب الله يدفع عنا وعنكم البلاء إن شاء الله يعني المسألة لا نهولها لا نضخمها المسألة هذا الروتين طبيعي جدا أن تفصح عن نفسك تفصح عن وضعك حتى لو انتابك شيء من الأعراض ذهب إلى الطبيب سارع بالذهاب إلى الطبيب قل له البيئة اللي أنت تعيش فيها افصح عن وضعك ولتتخذ الإجراءات الصحية مجراها بالنسبة لك لعل في ذلك سلام لك هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار في الأخير وأختم بما بدأت به مراعاة التعليمات والإرشادات والتوجيهات الصحية في حياتنا اليومية في منازلنا إذا كنت أنا مثلا أعاني من أعراض على الأقل ماذا أعزل نفسي في البيت ما لحاجة أنه أروح مثلا إلى مثلا عزاء وفواتح ومناسبات وأفراح يعذروك الناس أنت في عذر أنت في عذر ولا تتحرج في ذلك جلوسك في بيتك خير لك اعزل نفسك كذلك القيام بالتعاليم والإرشادات في المنزل يعني التعقيم الاستخدام مثلا المواد التنظيف بشكل دوري غسل اليدين يعني هذا الفايروس أنتم تعلمون والحمد لله كلكم من أهل الوعي والمتابعة والقراءة والاهتمام تعلمون بأنه هذا ينتقل باللمس بالملامسة في الأسطح وفي هذه الحالة عليك أن تهتم بالجانب الصحي جانب النظافة بالغسل اليدين بالماء والصابون بالاستخدام المعاقمات وكما قلت لك هي فترة ولن تطول إن شاء الله نحتاج فيها إلى أن نعمل بالتكليف الشرعي وهذا ما يذكره العلماء والفقهاء في ضرورة اتباع التوصيات الصحية والإرشادات والتوجيهات من المهتمين ومن المسؤولين في الصحة والساهرين على راحتك وصحتك وسلامتك كذلك في الأخير أقول لعل أمثال هذا البلاء والمحن التي تمر بها المجتمعات هو في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذه منبهات لنا جميعا في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإلتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في المحن فلنأخذها فرصة في رجوعنا إلى الله في أوبتنا إلى الله سبحانه وتعالى في كثرة الاستغفار فإن كثرة الاستغفار ترفع البلاء وهذا شهر الرجب شهر الاستغفار شهر الأوبة شهر التوبة شهر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فلنكثر فيه من الاستغفار لعل الله سبحانه وتعالى يزيل عنا المحن والبلاء والوباء صلى الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الأسواء وأن يشافي المرضى الشفاء العاجل وأن يرجعهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين وأن يخرج إخواننا أيضاً الذين حجر عليهم من حجرهم الصحي إلى أهاليهم سالمين إن شاء الله إلى سالمين وفي آخر هذه الخطبة نرفع أيدينا بالدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عذب كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وأنزل عليهم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم وارفع عنا هذا الوباء وارفع عنا هذا البلاء بحولك وقوتك يا رب العالمين اللهم واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واغنف قراءنا واشف مرضانا اللهم واهد شبابنا وزوج عزابنا وأصلح ما فسد من أمر ديننا ودنيانا اللهم لا تصلَّت علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا إله الحق آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين